الايفون الجديد خارج ده احسن تليفون نازل في السوق على فكرة الايفون الجديد تعبان جدا ومفيش جديد اهلا وسهلا بيكون معاكم كريم رمضان في الفيديو ده هنتكلم عن الايفونات الجديدة اللي شركة ابل اعلنت عنها وايه هي المميزات الجديدة للموبايلات دي وكمان هنعرف من وجهة نظري طبعا ليه التسعير الجديد بتاع موبايلات ابل زكي جدا وعلى الرغم ان فيه فريقين واحد بيقول ان مفيش اي جديد في التليفونات دي وقابل كده في طريقة للسقوط والفريق التاني بيقول ايه العظمة دي وايه الجمال ده وفيه تطوير حقيقي في الموبايلات الجديدة لكن في كلا الحالتين قابل هي اللي كاسبانا وفي الفيديو ده هقول لكم ليه هي كاسبانا بفكركم تابعوا الفيديو لحد الاخر لان فيه حاجات مهمة جدا اتقال في الفيديو ده ده لو انت عايز تعرف كل حاجة عن الموبايلات الجديدة خلينا نبدأ باول جهاز اللي هو الايفون 11 او الايفون 11 الجهاز ده يعتبر النسخة الاحدث من الايفون 10R الجهاز هيجي بستة الوان بنفسي جي فاتح ابيض احمر اصفر اسود اغدر وهيجي بنفس شاشة 10R بنفس الابعاد بنفس الدقة حتى بنفس وزن التليفون حتى اماكن الضرائر ومنفذ الشريحة حتى الظهر الزجاجي اما بالنسبة للتجربة الصوتية في الجهاز ده فقابل بتقول انها تطورتها جدا وخلت الصوت محيطي اكتر وضافت خاصية الدولبي اتموس بالنسبة للتصميم زي ما قلنا نفس الابعاد ونفس الكرفات حتى ونفس اماكن الضرائر بتاع 10R حتى نفس وزن التليفون ونفس النوتش الكبيرة من قدام هما ما غيروش حاجة الفرق بس هتلاقيه في ظهر التليفون طبعا مكان الكاميرا الواحدة في 10R بقى كاميرتين وفيه كده حتة زجاج زجاج تلكي كده عطيناها حوالين الكاميرات والفلاش واضح جدا انه قابل مهتمية جدا بتقطة التصميم بتاع الزجاج اللي هو حوالين الكاميرا وهم قالوا ده في المقتمرة غير كمان ان تطقن لقابل طبعا بيقولوا ان التصميم ده بقدر يتحمل اكتر من التصميم اللي فات طبعا من ناحية الصدمات وكده بس خد بالك لان لو ايها ممكن يكسر بالنسبة للكاميرات بقى هنا اللي هنلاقي التطوير الكبير جدا في الكاميرات الكاميرات الخلفية بقت واحدة 12 ميجا بيكسل وبقت وايد والكاميرا التانية هتلاقيها الالترا وايد مش التليفوتو هتلاقيها الالترا وايد 12 ميجا بيكسل برضه بزاوية تصوير 120 درجة كل كاميرتين نفس الامكانيات اللي اتنين بيصوروا 4K 60 فريم في الثانية وسلو موشن وكل الكلام ده وكمان خاصية الHDR موجودة في الكاميرتين حتى تطبيق الكاميرا تم تحديثه اكتر واضافه مميزات تانية هنتكلم عنها باستفادة في الحتة بتاعة الايفون 11 برو والبرو ماكس بس دلوقتي هنقول ان مثلا تقدر تغير ما بين الكاميرتين في الايفون 11 بالزرار اللي هو موجود فوق زرار التصوير هتلاقي زرار المكتوب عليه 1X اول ما هتدوس عليه هيكتب لك نص اكس اللي هي الزاوية الواسعة بالعكس طبعا صحيح لو دست على النص اكس هيتغير على طول وتقدر عن طريق دوسة متولة تغير الزوم براحتك وتعمل بقى زوم لان طبعا ما فيش كاميرا تليفوتو فانت مش هتدوس على الزرار يعمل لك الزوم بالنسبة للكاميرا الامامية بقى فهي بقت 12 ميجا بيكسل طبعا بعد ما كانت 7 ميجا بيكسل في 10R ده غير كمان ان زوية التصوير بتاعها بقت واسعة اكتر يعني مجرد ما تقلل بالتليفون هتلاقي الزاوية الاوسعة وزارت وتقدر تظهر انت الزاوية الاوسعة عن طريق تتوسن الزرار اللي هو اللي فيه سهمين ده وهيعمل لك على طول الزاوية الاوسعة للكاميرا كمان ضافوا خاصية التصوير البطيء للكاميرا الامامية وسموها سلوفيز او سلو موشن سيلفيز ودي هكون مفيدة جدا لو انت عايز تصور نفسك فيديو وتصوير سلو موشن معلش بقعهم معلش مروحة تعمالي زي ما عملوا في المؤتمر تغير ان هم اساسا ما بعطوليش دعوة للمؤتمر ده انا شايل فقلبي منقابل على فكرة كمان ضافوا خاصية النايت مود للكاميرات الخلفية بس ما تقدرش تفعلها بنفسك لازم تستنى للكاميرا تلقط ان الاضاءة ضعيفة ساعتها هيصعلها خيار فوق على الشمال بيقولك انه تقدر تشغل الوضع الليدي لكن ما تقدرش تشغلو انت بنفسك ده بالنسبة للسوفت وير اللي موجود دلوقتي ممكن بعد تحديث تاني او قبل تنزل تحديث تخليها موجودة في الاعدادات نفسها بس الله هو اعلم وطبعا الجهاز هيجي بمعالج ابل اللي هو الاي 13 وابل بتقول ان هو اسرع سي بيو في العالم واسرع جي بيو في العالم ما بين الموبايل وقت يعني من الاخر تلفوناتها الجديدة اسرع من اي موبايل موجود دلوقتي في السوف وبالنسبة للبطارية ابل قالت ان البطارية بتاعت الايفون 11 هتبقى احسن من التين ار بمقدار ساعة استخدام وعلى فكرة التين ار اصلا من افضل بطاريات الايفون اللي موجودة اصلا كمان قبل قالت ان هما صرعوا بصمة الويش بنسبة 30% عن الاصدارات السابقة معنى كده ان انت بصمة الويش او الفيس ان لوك هتفتح معاك اسرع من الاول معرفش بقى هما زودوا زوايا رؤية جديدة او حاجة بس هنشوف ده بنفسنا بعدين وكمان ما ننساش ان الايفون 11 بقى فيه خاصية العزل على الحيوانات والقطة والبشر والجماد حتى يعني تقدر تعمل عزل انت مش مقترن بس بالبشر زي مكان التن ار كمان ما ننساش ان هو معايير الاي بي ريتنج بتاعته اللي هي مقاومة الترتاشط المية والغبار وكده بقت اي بي 68 ده كان بخصوص الايفون 11 يا ريت تقولولي تحت في التعليقات رأيكم ايه في التليفون الجديد وهل انا قلت كل المميزات ولا نسيت اي ميزة وهل بتفكر تشتريه ولا لا يا ريت تقولينا تحت في التعليقات بالنسبة بقى للآيفون 11 برو وال11 برو ماكس انا خليت اللي تنم مع بعض لانهم شبه بعض شوية علشان كده هنتكلم عن نوم نسوي الشاشتين قولد وقبل مسمياهم سوبر ريتنا اكس دي ار البرو هيبقى خمسة وثمانية من عشرة بوصة والبرو ماكس هيبقى ستة ونص بوصة دقة الشاشة نفسها اعلى سيكة في البرو ماكس لان الدقة بتاعته 1242 في 2688 اما البرو العادي فهو 1125 في 2436 والاتنين هيجوا بنفس كسافة البيكسلات والاتنين الشاشة بتاعتهم اعلى في السطوع من 10S وال10S Max بيوصلوا لـ 1200 نتس ونسبة التباين بتاعت الشاشات بتاعتهم اتنين مليون على واحد وبالمناسبة ما بقاش فيه 3D Touch بقى هاتك توتش بس يعني الاستجابة بقت بالدوسة المطولة بدل ما انت كنت بتدوس بالضغط نفسك او قوة ضغطة ايدك بالنسبة بقى للبطاريات الاليفن برو بيقعد اربع ساعات اكتر من 10S اما البرو ماكس فهو بيقعد اكتر بخمس ساعات من 10S Max بصراحة دي حاجة واو وحاجة مميزة جدا انه قبل ابتدت تهتم بالبطاريات والمفاجأة هنا ان انت هتلاقي في علبة الموبايل هينزل معاه شاحن سريع 18 واط بس ده بالنسبة بس للبرو والبرو ماكس الايفون 11 العادي للأسف هينزل معاه شاحن عادي جدا بالنسبة بقى للتصميم هتلاقي الايفون 11 برو والبرو ماكس الظهر كله زجاج تلجي والزجاج اللي حاولين الشاشة من الزجاج الشفاف يعني تصميمه عكس بالزبط الايفون 11 وصراحة التصميم ده شخصيا عجبني جدا لان تحس ان فيه تغيير وفيه فخامة كده في التصميم بس ما عرفش بقى هيتخدش بسرعة ولا لا وطبعا بقى التطوير الكبير هنا هو التلت كاميرات خلفية مش اتنين بس كاميرا عادية وكاميرا تليفوتو او كاميرا الزوم زي ما البعض بيسميها والتالتة بقى هي الكاميرا الالترا وايد وبتغير ما بينهم عادي من التطبيق بتاع الكاميرا نفسه يعني هتلاقي نص اكس وان اكس تو اكس وافضل ما في الامر ان هم حاولوا يزبطوا جودة الكاميرات التلاتة عشان جودتهم تبقى قريبة من بعض جدا يعني ما تحسش بفرق وانت بتستخدمه والتلاتة بيدعموا تصوير الفور كي 60 فرين في الثانية وتقدر تستخدم خاصية العزل في الكاميرا الاساسية والكاميرا التليفوتو والمفروض ان الكاميرات التلاتة بيشتغلوا مع بعض لما تيجي تشغل تطبيق الكاميرا عشان لما تصور باي واحدة منهم وتغير ما بين التانيين التغيير يكون اسرع وفي نفس الوقت ما تحسش بفرق الجودة ده غير كمان ان المفروض ان التلاتة هيشتغلوا مع بعض عشان يزبطوا لك الديناميك رينج بتاع الصورة ويزبطوا لك الاضاءة يعني من الاخر تطوير كبير جدا في الكاميرا ده غير ان انت تقدر تصور على طول فيديو عن طريق دوسة مطولة للزرار اللي هو بيلقط الصور ده لو انت عايز تسجل فيديو بسرعة والاتنين برضو معايير الحماية بتاعتهم IP68 زي الايفون 11 العادي نيجي بقى لتسعير قبل الموديش طبقا لقبل والتقرير اللي هو بتاع النص السنة الاولاني نص سنة 2019 الايفون 10R وصلت مبيعاته لما يقرب من 26 مليون وتسعمائة الف وهو اعلى جهاز في المبيعات من 10S وال10S Max تسعيره اصلا كان 750 دولار فمعنى ان قبل تقلل سعر الايفون 11 تخليه 700 دولار وده 600 دولار ان قبل بقت تهتم بالسياسة التسويق بتاعها جدا وعايزة التليفونات بتاعتها تبقى في ايدين مستخدمين اكتر هبصتها لكم دلوقتي لما تيجي تشتري دلوقتي تليفون من قبل بقى قدامك ان انت تجيب الايفون 8 بدقا من 450 دولار او تجيب التين ار طبعا النسخة الاولانية اللي هل 64 او تجيب التين ار ب600 دولار بس انا بتكلم تبقى للتسعير قبل مليش دعوة بالشركات التانية فاللي عايز يجيب موبايل جديد هبقى قدامه اختيارين يقيمة التين ار ب600 دولار يقيمة الايفون 11 ب700 دولار وانا اعتقد ان الايفون 11 ده هيبقى الايفون الشعبي بمعنى هتلاقيه مع ناس كتيرة جدا واعتقد هيحقق مباعات كتيرة جدا فبالتالي قابل فعلا اتدت تهتم بسياسة التسعير بتاعتها علشان عايزة توصل لمستخدمين اكتر وهي جربت ده فعلا في التين ار ووصلت لمستخدمين اكتر فبالتالي لو انت من الفريق اللي بيقول مفيش جديد ففي ناس هتروح فعلا للايفون 10 ار لان هيقولك يا عمي ده مفيش جديد اساسا انا دي هدفعين 100 دولار زيادة فبالتالي قابل هتكسب ولو انت من الفريق اللي بيقول التليفون يا سلام والتطور الجميل ده فانت هتروح للآيفون 11 او ال 11 برو او ال 11 برو ماكس فبالتالي قابل هي اللي كسبانا قابل هي اللي هببيه اكتر لو انت متفق معايا في الكلام ده يريد تقول تحت في التعليقات وبرضو قلنا هل هتشتري اي حاجة من الايفونات الجديدة وبرضو قلنا لو انت بتفكر تشتريت دلوقتي ايفون هتجيب ايفون ايه ولو عجبك الفيديو ده بقى يريد تدوس لايك وشير عشان نوصل لأكبر عدد من الناس ويريد برضو تشترك في القناة بتاعتي وتفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار باي فيديو هنزله اترككم في العاية الله وعلا اشتركوا في القناة